ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد مع مدير عام فرع الهيئة العام لرعاية أسر الشهداء ومراضل الثورة بمحافظة أبيان محمد ناصر لخشع وضع الشهداء والجرحة وخلال اللقاء قدم لخشع شرحا مفصلا حول الإجراءات التي تم بها صرف مستحقات الشهداء البالغ عدده 296 شهيدا في المرحلة الثالثة وأكد الأمين العام على أهمية الإسراع في صرف كل مستحقات الشهداء والجرحة وفقا للآليات المتبعة بعيدا عن إجراءات الروتين نظرا للظروف الصحبة التي تواجهها أسر الشهداء وأكد لخشع أن الجهود جارية وبوتيرة عالية في إطار حرص الهيئة ومتابعتها لكافة مستحقات الشهداء ومناضل الثورة خلال الفترة القادمة تفقد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير سير العمل بعدد من المشاريع التنموية والخدمية الممولة من مبيعات النفط في مديريات شبام استمع الكثير من مدير المديرية هشام بن طالب إلى شرح عن مشروع بناء ديوان السلطة المحلية واستكمال الدور الثاني لثانوية البنات والبالغة نسبة الإنجاز فيه ثمانين بالمئة إضافة إلى مبنى طوارئ مستشفى شبام وأكد الكثير حرص السلطة المحلية على تسخير الإمكانيات المتاحة لإيجاد معالجات للخدمات الأساسية بمنطقة وادي حضر موت ترجمة نانسي قنقر